مرحبا وضحياتي للجميع أبو قراطوة واحد من أعظم أطباء التاريخ على الإطلاق ويلقب أصلا بأبو الطب وأبو قراطوة منشئ أول مدرسة للطب في العالم وأيضا ينسب له الفضل في تحرير المعرفة الطبية من خرافات الأقدمين وتعاويذ الكهنة وخدع المشعوذين والسحرة أيضا أبو قراطوة وأستاذ كل الأطباء صاحب ذلك القسم الشهير الذي يتلوه لليوم كل طبيب بعد تخرجه وأبو قراطوة من موليد سنة 460 طبعا قبل الميلاد ولد في إحدى المدن اليونانية الواقعة على بحر إيجي طبعا لا توجد معلومات كثيرة عن حياة أبو قراطو فمثلا نعلم بأنه كان ابن لأحد الأطباء الكهنة وكالعادة تعلم الابن أسرار المهنة من الوالد لبل أظهر نبوغا وتفوقا كبيرين وأظهر اندفاع في مسألة الرغبة في تعلم الطب وحتى بقية العلوم الأخرى وهذا واقعا ما دفع بالأب لكي يبحث عن أفضل المدرسين الموجودين ويقال بأن أحد هؤلاء كان الفيلسوف المعروف ديمقريتس طبعا صاحب النظرية الذرية الشهيرة ويقال بأنهما أصبحا صديقين مقربين من بعضهما البعض طيب جال أبو قراط ووصال في العديد من الدول والبلاد المختلفة بحثا عن العلم وحتى معلما في نفس الوقت مثلا زار أثناء وهناك بعض المصادر التي تقول بأنه التقى في أثناء بالفيلسوف الكبير أفلاطون وربما ما يعزز هذا الفرض أن يعني فعلا أفلاطون عندما يأتي على ذكر أبو قراط في عدد من أعماله ومحاوراته فسنراه سيشير إليه بالمعلم العظيم بالمعلم العظيم وهذا يعني ربما فيه دلالة على أنه كان على معرفة شخصية بأبو قراط وعلم وفكر أبو قراط وطبعا اتسعت شهرة أبو قراط إلى خارج حدود اليونان يعني مثلا كان من بين مرضاه ملك مقدونيا وأيضا كان من بين قائمة مرضاه ملك الفرس وحكام وشخصيات معروفة كثيرة جدا على المستوى الفكري فأبو قراط كان واقعيا في تفكيره وكما ذكرت في المقدمة عمل على تحرير المعرفة الطبية من الدين ومن السحر ومن الشعوذة لأن أبو قراط كان لا يؤمن إلا بالمنطق وإلا بالتجربة وبالخبرة وبالمشاهدة كان يكره الخرافات خاصة تلك الخرافات المترسخة في عقول ونفوس الناس من معاصره كمثل أن أبو قراط طيب رفض الاعتقاد الشائع عن ذاك بأن الصرع هو مرض مقدس مرض مقدس من صنع الشيطان كذلك رفض ما كان شائعا من اعتقاد وهو أن الأمراض بصفة عامة هي من صنع الآلهة كعقاب للبشر في حين أبو قراط لا كان يرى أن للأمراض أسباب طبيعية 100% بما في ذلك الصرع لا شيء فوق طبيعي هنا وإنما هناك أسباب طبيعية تؤدي إلى أمراض أيضا مثلا كان يقول بأن المشعوذين والكهنة الجهلة يوهمون الناس بأن الصرع مثلا هو مرض من فعل الشيطان طبعا لكي يستغلوا الناس ماديا من خلال معالجة الناس بالتعاويذ والسحر والتمائم وهكذا كانوا يستغلون الناس ماديا وفي نفس الوقت مثلا يخفون جهلهم الفاضح وفي الواقع ومن خلال إصرار أبو قراط على البحث عن الأسباب الطبيعية للأمراض استطاع فصل الممارسة والمعرفة الطبية عن كل الرؤى والتصورات الأسطورية والخرافية التي كانت شائعة في عصره أيضا ترك أبو قراط مجموعة مهمة من التعاليم الطبية ومن النصائح الموجهة للأطباء كمثل أنه نصح الطبيب المعالج بدراسة المريض ككل وعدم الاتفاء بدراسة حالته المرضية أو مجرد مرضه لا على الطبيب أن يعرف شيء مثلا عن تصرفات المريض اليومية عن تصرفاته الروتينية عن عمله ماذا يعمل أين يعمل عن ظروف بيئته الاجتماعية عن مثلا الظروف المحيطة والطبيعية التي يعيش فيها المريض شيء عن الضغوط التي يتعرض لها المريض طبعا حتى يكون التشخيص في نهاية الأمر يرتكز على قاعدة معلومات كبيرة وإضافة لمشاهدات الطبيب ومراقبته الدائمة لحالة المريض إلى آخرين أيضا كان يوصل الأطباء بالعناية بنوعية الطعام المقدم للمرضى أيضا أوصاهم بالحرص على إعطاء المريض فترة نقاها يعني بعد تماثله للشفاء أيضا كان يوصل الطبيب بأن يكون حسن المظهر وبأن يكون نظيفا وبأن يكون هادئا على الدوام وبأن يكون في سلوكه وتصرفاته وأفعاله مع المريض يوحي بالثقة للمريض لأن هذا الأمر مهم جدا في مسألة المساعدة في العلاج أو في مسألة الشفاء أيضا أوصى الأطباء بأمر لافذ بأن لا يقصوا بالأجرى على المرضى خاصة إذا كان هؤلاء المرضى من أصحاب الدخل المحدود أيضا كان يوصل أطباء بالتزود بالحكمة بدراسة الفلسفة وطبعا أبو قراط كان شخصيا إلى جانب كونه طبيب كبير أيضا كان فيلسوف لا بل كان حكيم وله الكثير من المقولات والاقتباسات المأثورة والحكيمة يعني مثلا جمعت لكم بعض الحكم لأبو قراط فمثلا يقول عيشة صحية تنجي من الأمراض الحياة قصيرة والعلم أبدي لا تكتفي بالعمل الجيد بل اختر له التوقيت المناسب يقول أيضا الإقلال من الضار خير من الإكثار من النافع ويقول ما يستخدم يتطور وما لا يستخدم ينتهي طيب أيضا من المهم الإشارة إلى أن أبو قراط كان ضب مسألة خلط الفلسفة بالضب لبل انتقد الفيلسوف الذي يمارس الطب لا مشكلة الفيلسوف بأن يتعلم الطب لبل هو كان فيلسوف وطبيب لكن هو ينتقد مسألة أن تطغى الفلسفة على الطب فيصبح الفيلسوف الطبيب يركز على المعرفة بالمرض مثلا أكثر من اهتمامه بحالة المريض يعني تصبح الأولوية لدى هذا الفيلسوف الطبيب هي المعرفة وليس حالة المريض عفوا الذي يعاني ويتألم بهذا المعنى كان ضد خلط الفلسفة بالطب أما مسألة أن يكون للطبيب جانب فلسفي أو أن يكون الطبيب أيضا فيلسوف فلا يطغى الجانب الفلسفي على الجانب الطبي أو العكس لا هذا على العكس تماما كان يدعو له أبو قراط وهو كما قلت كان أيضا طبيب فيلسوف أو فيلسوف طبيب طيب أخيرا لابد من الإشارة إلى القسم الذي يقسمه الأطباء عند تخرجهم وعند الانتهاء من دراسة الطب في الواقع هذا القسم وضعه أبو قراط وقال اليوم يعرف باسم قسم أبو قراط وإن أردتم هذا القسم هو واحد موحد في كل كليات الطب حول العالم أبدا في جميع كليات الطب في كل أنحاء العالم هو قسم واحد طبعا ربما تختلف الصيغة في مكان ما من بلد لآخر من منطقة لأخرى لكن جوهر القسم هو واحد عند الجميع وواقعا ورغم أن أبو قراط مات قبل حوالي 2500 سنة إلا أنه طبعا خالد بخلود ما قدمه أولا للمعرفة الإنسانية وخالد بخلود قسمه هذا الذي يردده كل طبيب ولو لمرة واحدة في حياته وشكرا للمعرفة